اشتركوا في القناة 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 اتكلمت راشا في حاجات كتير جدا طبعا وكانت منضايقة منفاعلة من كمية الرسائل اللي الناس بتبعتها لها الناس طبعا عايزة تطمن على صمارة وابو جبل فمين قدامهم اقرب وسيلة فهي راشا الناس لما لقيت صمارة وابو جبل ما بيردوش لاجأوا لراشا طبعا ويربطوا كل حاجة راشا بتنزلها برضا بصمارة بحياة صمارة الله اعلم بقى يا جماعة اللي بين صمارة وابو جبل احنا لحد الوقت ما نعرفش هل تم الانفصال هل هم مع بعض لسه ولسه في مشاكل زي ما صرحوا بس انا من رأيي يعني اللي انا فهمته واستشفيته من الموضوع اني فعلا لما صمارة طلعت بالتصريح بتاعها وقالت انا سايب الموضوع ينتهي زي ما ربنا كاتب سواء خير او شر فاللي احنا نفهمه من النقطة دي ان الموضوع لسه ما انتهيش يعني لو كان انتهى ما كانتش الصمارة كانتها تطلع وتقول انا كنت فاكريك في رد اسكى من كده او مثلا كانتها تقول هو اتكلم كده او ما كانتش هتضايق اصلا من الاصل يعني لكن هي الحوار ردت عليه كان باين ان لسه العلاقة ما انتهيتش فطبعا في ناس كتير بقى لا انتهت لا ما انتهيتش لا انتهت لا ما انتهيتش لسه ما فيش اي حاجة هي ناس بتحاول تجمع بس معلومات وافقار علشان توصل للنتيجة بس لسه ما فيش اي جديد في الموضوع